موسيقى كيكل يدعو إلى قصر المساعدات الاجتماعية على المواطنين فقط تمانية سوريون يرفضون تقديم اللجوء في النمسا الحكومة توافق على زيادة المساعدات والمعاشات التقاعدية بنسبة 4.6% استمرار تراجع التضخم في يوليو بنسبة 2.9% بينا ترفع رسوم المياه ومواقف السيارات والنفايات بنسبة 6% وتقديم بطاقة الدفع لطاليب اللجوء على مستوى النمسا من 2025 مرحبا بكم في ناشطة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد هربت كيكل رئيس حزب الحرية النمساوي FBO في جولة الثالثة من محادثات الصيف التي تنظمها ORF في مقابلة مع الصحفي ماتن تور على ضرورة تصحيح المصار في السياسة الاقتصادية مشيرا إلى أن حزبه يجب أن يكون الأقوى في أي اتلاف لتحقيق ذلك ونفى كيكل فرض ضرائب جديدة موضحا أن زيادة الضربية في الماضي كانت نتيجة حالة طريقة بسبب التضخم كما أعلن عن التخلي عن المشارقة في سكايشيلد لحماية المجال الجوي الأوروبي وأكد أن الإصلاحات الهيكلية ستكون أولوية إذا تولى الحكم مشيرا إلى أهمية تقديم دعم شعبي قوي في الانتخابات المقبلة وأن المساعدات الاجتماعية هي من حق المواطنين فقط ألقت الشرطة في كيرنتين القبض على سائق المشتبه به في تهريب البشر مساء الأحد بعد تلقي بلاغ من شهد عيان حيث تم العثور في سيارته التي كانت تحمل لوحة تسجيل تشيكية على ثمانية أشخاص من سوريا بينهم ثلاثة أطفال وكانت السيارة قادمة من سلوفينيا وتسلك طرقا غير معبدة وتبين أن السائقة أوكرانية حيث تم اعتقاله ووجهت إلي تهم تهريب البشر بينما نقل السوريون الثمانية إلى مركز شرطة الأجانب في كلاجنفورت ورفض الجميع تقديم الطلب لجوء في النمسا فيما تجري تحقيقات إضافية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية في كيرنتين أعلنت الحكومة النمساوية عن رفع المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية بنسبة 4.6% في عام 2025 بناء على بيانات التضخم لشهر يوليو كزيادة قانونية سنوية واعترض بيتر كوستيلكا رئيس جمعية المتقاعدين المرتبطة بالحزب الاشتراكي على زيادة محتبرا أنها غير كافية لمعالجة مشكلة الفقر بين المتقاعدين وطالب بزيادة الإعانة التكملية وإلغاء القاعدة التي تحدد زيادة المعاشات بعد التقاعد وتطبق حماية ضد تخفيضات المعاشات بسبب التضخم بالإضافة إلى إصلاح شامل لنظام المعاشات التقاعدية وتعتمد الزيادة على متوسط التضخم من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024 استقرت معدلات التضخم في النمسا خلال يوليو 2024 بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وفقا لتقرير هيئة الإحصاء النمساوية وشهد قطاع المواد الغذائية خفاضا ملحوظا حيث استقرت تكاليف السكن وواصلت المطاعم والفنادق رفع أسعارها بما سهم في ارتفاع معدل التضخم الذي لا يزال يتجاوز المعدلات العامة بأكثر من الضعف وقال توبيا ستوميس مدير الهيئة إن أسعار الطاقة المنزلية كانت العامل الرئيسي في استقرار تكاليف السكن بينما سهمت الحالة الطيران الشاملة بزيادة الأسعار بنسبة 14.6% أعلنت مدينة فين زيادة في رسوم الخدمات احتبارا من 1 يناير 2025 تشمل إمدادات المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات ورسوم مواقف السيارات بنسبة تقل قليلا عن 6% استنادا إلى مؤشر التضخم ووفقا للبيانات ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.9% حتى يونيو مما يفرض زيادة في الرسوم حيث ستؤدي الزيادة إلى زيادة قدرها 1.35 يورو شهريا للأسر الفردية و3.11 يورو للأسر المتعددة الأفراد كما سترتفع رسوم مواقف السيارات من 2.5 إلى 2.6 يورو للساعة ويهدف التعديل إلى دعم مشاريع البنية التحتية مثل استثمار 330 مليون يورو في شبكة الصرف الصحية أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن نتائج إيجابية لاختبار بطاقة تقديم المزايا لطالب اللجوء والتي تخاطط لإطلاقها على مستوى البلاد بدءا من عام 2025 وقال وزير الداخلية النمساوي جرهات كارنا ستم طرح المناقصة في أكتوبر المقبل حيث ستعتمد البطاقة كجزء من الأنظمة الحكومية مع صلاحيات للولايات في اختيار النموذج وبدأت منذ يوليو تجربة ميدانية في ولاية النمسا العليا ومراكز فدرالية أخرى حيث تستخدم البطاقة في مرافق مثل الصليب الأحمر وتقيد بعض الاستخدامات مثل تحويل الأموال للخارج وتسمح باستحب مبلغ شهري لا تجاوز 40 يورو ولن تكون البطاقة الزامية على الولايات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقرات على هواتفك ترجمة نانسي قنقرات على هواتفك ترجمة نانسي قنقرات على هواتفك